ما حملت ميليشيا الحوثي أسلحتها لدخول قرية إلا وحمل أهلها أمتعتهم للرحيل خلال أربع سنوات تكرر هذا المشهد كثيرا من أقصى قرى تعز إلى أقصى مخيمات حرب فمن نزوح إلى نزوح يحملون أمتعتهم في انتظار أن تستقر بهم الأرض وأن تتوقف الحرب عن القذف بهم من مخيم إلى مخيم والانتقال بهم من رحلة إلى أخرى خطوات أثقل من الأمتعة يجرونها في طريق أطول من صبرهم على رحلة العيش في بلاد أصبحت منفا وسجنا كبيرا لساكنها بعد أن استيقظوا على فاجعة استجهاد مجموعة من رفاق التغريب والنزوح ترك هؤلاء خلفهم خيام أحرقتها قذائف الميليشيا الحوثية في حرب حيث أسقطت القذائف تسعة شهداء وعشرات الجرحى ورمت مئات النازحين خارج خيامهم لينتقلوا باتجاه الحدود اليابنية السعودية بحثا عن بقعة أرض ينصبون فيها خيامهم الجديدة علّها تكون أبعد عن القذائف هذه المرة وأقرب إلى الأمان وإن كانت منطقة بعيدة عن كل مقومات الحياة تعيد حادثة قصف مخيم حرب ذكريات حوادث سابقة استهدفت نازحين في هذه المحافظة ومحافظات أخرى ارتكبتها ميليشيا الحوثي وبعضها غارات التحالف وبين مجزرة وأخرى يجد اليمنيون أنفسهم ضحايا غير مرئيين في تقارير المنظمات الدولية أما الحكومة فتبدو كعادتها غير مهتمة بإنقاذ من تبقى من العالقين تحت القص وشبح التشرد والجوع تكتفي بالإدانة والشجب وتصمت فيما يظل صراخ الضحايا حاضرا يعكس مأساة شعب لم يأتي أحد لإنقاذه ترجمة نانسي قنقر